اشتركوا في القناة 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 وبره في المستويات الخارجية 11 إلكترون سالب الاثنين متسويين دي زر متعادلة زي ما أنت عارف ولكن مين بيجذب مين نتعلمها بقى مع بعض البروتونات نظامها إيه أولا ما تتخيلش أن النواة دي طبق ومحطوط في حاجة الكلام ده مصحيح معظم الناس متخيلة أن النواة دي يبرع عن وعاء بيحتوي بروتونات وبيحتوي نترونات الكلام ده مصح 11 بروتون معنى إيه ده بروتون جنبي بروتون جنبي بروتون جنبي نيترون لو كان موجود وأكيد موجود جنبي وهكذا مجموعهم كده على بعض هو اللي بيديك شكل النواة دي طب الأهم هم كده متجمعين مع بعض ولا متفرقين لا متجمعين ومدام متجمعين تعال نتعلم حاجة البروتون ده أهو أي شحنة بيبقى ليها فيلد مجال طب لو فيه بروتون تاني هيبقى لي بجال هو كمان لو بروتون وهكذا تلاحظ أن البروتونات لما تجمعت مع بعض فيه مجالات بيقع داخلها الإلكترونات ثواني هي متساوية في العدد معها طب يا مصر ما الحداشر هم الجمعين هل الحداشر إلكترون اللي هم خارج النواة اللي بيلوفوا في مدارات الطاقة متجمعين لا مش متجمعين فاكر التوزير بتاع أعدادي كان بيقول لك أول مدار كام تقول لي اتنين المدار الثاني تمانية المدار الثالث واحد يعني لو حبيت ترسمه يبقى دي النواة بتاعة الصوديو مثلا فيه 11 بروتون متجمعا حواليهم أول إلكترونين أهم بيلفوا بعدين المستوى الثاني هتلاقي فيه تمانية إيه دا يبقى كل واحد من دول ليه مجال خاص به المجاملات مش متجمع مع بعض واضح وبالتالي البروتونات هنا متجمعين وقلناها الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت يا شباب قصة البروتونات ببتحصلهاش تنفر مع بعض ليه اتفقنا ان البروتون بيقضي فترة من حياته نيترون والعكس بيتبادله مع بعض حاجة اسمه الميزونات فبالتالي يصبح العدد الداخليا سابت ويمنع التنفر ما بين البروتونات السابت هو البروتون المتحرك هو الالكترون وياريته متحركه بس لا دا متحرك بصورة منفردة كل واحد لوحده وبالتالي بيقع في مجال جذب البروتونات المتجمعة يبقى اذا التجمع اللي موجود هنا بيجذب الالكترونات اللي موجودة كل واحد فيه مداره بالضبط عاملة زي اللعبة اللي في الملاهي بتاعت السلاسل في لعبة السلاسل بتلاقي كل سلسلة عملك يد كله متصل بحاجة واحدة وكله بينجذب كله بنفرج بينجذب للداخل يبقى الجذب هنا منين هتقول من النواة طيب طلبة كتير في المناقشات معايا في الموقع تكلمنا على حتة النواة وكتلتها ان كتلة النواة هنا اكبر وكتلة الالكترون صغير فالكتلة اكبر بتجذب الكتلة الاصغر ودخل في قرور الجذب العام بتاع نيوتن نعلمك هنا حاجة بالنسبة لقالون الجذب العام بينطبق على اجسام ذات الكتل الكبيرة يعني الكواتب المجموعة الشمسية بيظهر فيها اصل الكلام دا في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا بنتكلم في شحنات اكبر تلت النواة فعلا كبير ولكن هل هو دا السبب الرئيسي في موضوع الجذب لا لان فيه اعتراض حصل قبل كده وكان شال من منهج كان اسمه اعتراض ماكسويل وقال ان الالكترون اما بيلف هيبدأ كتاقته تقل تدريجيا ويسكت داخل النواة وطبعا قال له الكلام دا غلط بناء على قرون التجذب العام او الجذب العام والميكانيكا التقليدية طبعا في حد زيته دا بش موجود عندك دلوقتي وبالتالي لما نقول مين بيجذب مين هتقول له نواة بتجذب الالكترون لان النواة مكوانة من البروتونات بتجمعه في مكان واحد وبالتالي كل البروتون موجود بيدي قوة جذب لمجال الجذب بيقع داخل مجال الجذب دا الالكترونات المتفردة خلي بالك ان الالكترونات مش بتجمعها مع بعض كل الالكترون بيدور في مدار خاص به تهمت القصة ايه؟ طب السؤال التالت كان على موضوع دالتون اتفق مع مين واختلف مع مين دالتون الزرة بتاعته كانت قصمات تمام يبقى اتفق مع مين هيتفق مع ديموكراتس اللي هما قالوا في الاول اندي بايدا اللي هي اتون يعني لا غير قبل انك سام طيب اختلف مع مين اكيد اختلف مع رازار فورت ومعظم الطالبة جوت على السؤال ده بصورة صحيح نيجي للمسألة اللي فيها مشكلة معاكم وابعتتلي بدل المرة عشرة رغب ان احنا حلنا المرة اللي فاتت معترضين على جزئية فيها كده تعال اكلمك فيها تعال بص المسألة دي كده واحلها لك وفهمك الصح فيها ايه والغلط فيها ايه عشان تريح دماغك منها خالص بص يا سيد المسألة بتقول ايه يتفاعل 48 جرام من الاكسوجين بعد ايه قالك مع 32 جرام من الكابري لتكوين 80 جرام من زالس اكسيد الكابريت اول حاجة فنية في المسألة دي خاطئة ما حدد لكش الحالة الفيزيائية بتاعة النواتج والمتفاعلات الاكسوجين انت عارف ان هو غاز الكابريت صلب ولا سال ولا غاز لا صلب هو ما حددش ده طب سالس اكسيد الكابريت ده غاز يبقى المفروض يقول لك هنا من غاز الاكسوجين لتكوين غاز سالس اكسيد الكابريت ده اول خط تعالى للأهم ما كتلة المواد المتبقية فين في الوعاء وهنعف هنا شوية كلمة متبقي لا تنطبق الا على المتفاعلات طب انت تنطبق معاك على النواتج والمتفاعلات مع بعض نكمل بعد انتهاء التفاعل واضح ايه الناتج هيحصل من اضافة ميل جرام الاكسوجين لستاشع عشان نكون سالس اكسيد الكابريت في ظروفه منازلة وميديك ارقام اهي بتاعك المسألة اولا تعالى نمشيها واحدة واحدة احنا بنقول الكابريت هيتحرق في وجود الاكسوجين سهم SO3 ده صلد صلب ده جاز ده جاز ونقف هنا شوية تعالاني بقى بص يا سيديو الحتة بتاعة التفاعل ده الحتة دي لو ده ليسا صح فيه نوعين من التفاعل عندنا فيه نوع اسم التفاعل التام يعني ايه تفاعل التام عود كابريت حرقته ينفع ترجعه لي تاني اقول لي لما ينفعش يرجع عود كابريت تاني يبقى جميع المتفاعلات تحولت الى نواتب ولن يحدث العكس ده يسمى التفاعل تام واضح والسهم بتاعه في اتجاه واحد خلاص طب فيه تفاعلات تانية تسمى تفاعلات انعكاسية يعني ايه يعني المتفاعلات بعد ما تكون نواتج النواتج ترجع تاني متفاعلات ويغصروا لحاجة اسمها حالة اتزال وده موجود في بناك سنة ثالثة التفاعل ده تام ولا انعكاسي يعني الكابريت كله تحرق ماشي هيكون ثلاث اكسيد الكابريت اوكي ده الغازات الغازات دي موجودة في حيز واحد انت عملهم فوعاء مغلق هيبقى السهل ورايح جاي ولو عق مفتوح يبقى انت بتتكلم عن ان الاس قسري ده غاز ماله هيخرج والمتبقي من الاكسوجين اللي ماستهلكوش الكابريت هيخرج فهمتاني يبقى اذا التفاعل هنا او في المسألة ما حدد لكش نوع التفاعل ده تام ولا انعكاسي ليه ما حدد لكش كمان الحالة الفيزيائية بتاعتها واضح يبقى اذا اول جملة بنتكلم فيها ما كتلة المواد المتبقية يبقى انا بتكلم على الميت جرام بطول اكسوجين اللي انا حطيتهم بس لان ده مستر غاز وده ده تفاعل تام يبقى ده خرج من حيز التفاعل ما قدرش احسب الكتلة بتاعته المتبقية او الناتجة طب امت احسب كتلته هتحسب كتلته اذا قالك ما كتلت المواد الناتجة والمتبقية داخل الوعاء المغلق يبقى اذا المسألة فنيا في الكتابة مسألة خاطئة وتنقشنا فيها اكتر من مرة انا وبعد الزمن المدارسين المتواصلين معنا على الواطس وتوصلنا للحل اللي كل طلبة كانت بتدور عليه طيب حلنا المسألة بعد ما حلنا المسألة انت عندك دلوقتي الكابريت مع الاكسوجين هيكون سالس اكسيد الكابريت وزلنا المسألة وقلنا هنا تلاتة هنا اثنين وهنا اثنين صل غاز غاز ده بيتصعد باعتبار ان التفاعل تام لو باعتبار ان التفاعل ده تام يبقى اذا غاز سالس اكسيد الكابريت الناتج هيخرج برده حيز التفاعل تماما انت استعملت هنا اثنين مول من الكابريت تفاعل مع تلاتة مول من الاكسوجين اثنين مول من الكابريت قلتلك من ضمن حاجات المسألة النقصة ان ما تدكش الاس باثنين وثلاثين وما تدكش الاو بستاشر فاذا المسألة فنيا ككتابة وكعلميا المسألة خاطئة ما جيش جنبها اثنين مول من الاس تلاتة مول من الاكسوجين اثنين مول من الاس يعني اثنين في اثنين وثلاثين هنا هيدرب معاك 3 مول هيبقى 3 في 16 في 2 اللي هو 3 او 2 حسبناها قلنا هنا 64 حسبناها تلعت 96 انت اضفت 16 جرام كابريت واضفت عليهم 100 جرام من الاكسوجين يطرى ال 16 وهم بيتحرقوا هيستهلكوا قد ايه من المية قلنا هنعتبر ده مجهول وعملنا ساعتها المقص تلع 24 جرام ال 24 جرام دول من المية المتبقي من المية لا المتفاعل من المية يبقى اذا المتبقي كان 76 جرام معاك واضح؟ ده بالنسبة لجزئية بتاعت المسألة دي والرقم اللي عندنا في المسألة ما كانش مظبور طيب في سؤال تاني جالنا برضو على الواتس بيقول في السؤال ده في لغات كتير ايه هي؟ انه ربط نموذج ريزارفورد مع تونسون يعني جايب له الفا وقاله لو دخلناها زر التونسون هتعدي ولا هيحصل لها ايه؟ نمشيها واحدة واحدة مع بعض الشكل هو قدامك في زر ترزارفورد كان جزء كبير من الفا بعدي 99% بعدي وكان فيه جزء منها بيرتد وجزء منها بينحرف بالمرة قبل ما ننسى زوايا الانحراف بتاعة اشعة الفا في تجربة ريزارفورد كانت غير متساوية وده اثبت ان البروتونات داخل النواة موزعة بشكل غير متساوي السؤال ده جايلي وبيقول لي اللي نستنتجه ان البروتونات متوزعة بشكل غير متساوي عرفنا منين ان هي موزعة بشكل غير متساوي؟ زوايا الانحراف بتاعتك مش متساوي لو هي موزعة بشكل متساوي كانت الفا حرفت بزوايا مظبوطة كل من يمين قد الشمال ولكن اختلاف زوايا الانحراف ادى للتعرف ان البروتونات داخل النواة مش بصورة منتظمة واحنا عرفنا ليه؟ طب ليه هي مش بصورة منتظمة؟ لان احنا اتفقنا ان البروتون ما بيقضيش حياته على طول بروتون ده بيتحول من بروتون لنيترون ونيترون لبروتون والعكس عشان يعمل ترابط نوي ويتمسكه مع بعض واضح؟ طب تعالوا نشوف الشكل ده كده اللي مرسومة عندكم لاتبعاتك الكتير وبيقول لي ما صار الفا لو دخلت زر التونسون لو انت مسكت الشكل وصل لي نموذج اجابة بيقول او صورة بيقول لي ان ميستر عمل لنا كده وقال ان الفا هتخش هتعدي مباشرة في خطوط مستقيمة الكلام ده غلط ليه؟ لان الفا مجابة رقم واحد انت ما عندكش هنا حاجة كسفتها عالية يعني ما عندكش انوية يعني عمر ما الفا هترتد يبقى اي طالب وهو بيرسم جي الاسم ورجع ده الورى غلط مال هتعمل ايه؟ انها تختارق طب وهي ماشي بقى بما انها مجابة تيجي هنا مقربة من المجاب تبعد عنه تلاقي السالب تقرب منه تيجي المجاب تبعد عنه وهكذا تبصت لها جوة لغاية ما تخرج تمشي في خط مستقيم يعني هتمشي في صورة زجزاج داخل الزرة النواة بتاع الزرة تومسون وتخرج لك بالشكل ده نتيجي تتجذب والتنفر مع اللي موجودين مع الشحنات اللي موجودة ودي الشكل المقبول لمرور الفا في زرة تومسون قالك بفرد تمام؟ السؤال الاخير اثبتت تجربة رازرفورد ان البروتونات قلنا موزع بشكل غير مدساوي في الزرة ليه؟ لاختلاف زوايا الانحراف تمام؟ كده يبقى احنا ردينا على كل الاسئلة اللي وصلت لنا على موقع الواتس بتاعنا واتناقشنا وعرفنا كويس او استفدنا من بعض كان فيه منقشات جميلة وكان فيه تواصل مع السادة مدرسين كتير معانا ما شاء الله يعني البرنامج مش على قد الطلاب وبس لا احنا بيستفد من بعض كمدرسين واخوات وبنتناقش وبينفيدوا الطلاب يعني الشكل بتاع زر التومسون دوت الزجزاج اللي جوه اتبعتني من احد المدرسين في اسكندرية اعتقدوا استاذ بحمود حاجات كتير حلوة بدأ يتواصل معانا الطلاب بقى فيه تفاعل حلو وكله لمصلحة الطلاب ليش لمصلحة حدي تاني النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم مع بعض على نموذج بور بور عمل ايه بعد دراسة الاطياف اللي احنا خدناها المرة اللي فات احنا اتفقنا فيه طيف خطي فيه طيف مستمر الشكل اخباره ايه بدأ بور يشتغل على زرة الهايدروجين طيب زرة الهايدروجين فيها بروتون واحد وفيها الكترون واحد بور عمل ايه بور بدأ عمل تسخين للغاز طيب احنا اتفقنا مرة اللي فات بتسخن غاز بيشع دوق تحط قدام الاسبيكتروسكوب تبطيق تبرد الغاز هيفكد الحرارة بتاعته هتطلع لك ايه هيفكده لك في صورة طيف يحللو عن طريق الاسبيكتروسكوب واضح بور بحساباته وحسابات الاطياف اللي خارجه عرف كويس قوي ان الالكترون لا يمكن يسكت داخل النواة وبالتالي ايه كلام رازرفورد يعني في حاجة كده في العلم عندنا اسمها نصف كتر زرة بور نصف كتر الهايدروجين حسبه بالضبط تعريبا 052 انجستروم حل يعني ايه قالك بالحسابات نتيجة الاطياف اللي انا شفتها في الاجهزة ان اللي يمكن الالكترون يتواجد جوا يتواجد على المسافة دي ده قال المسافة يتواجد فيها وصميها باسم نصف كتر زرة بور او نصف كتر زرة الهايدروجين طيب هو اشتغل حسابات واشتغل ميكانيكا كام واشتغل ميكانيكا تقليدية واشتغل بطريقة جبيرة جدا على دراسة الاطياف طب احنا كده مش فاهمين الكلام ده هنشتغل ميكانيكا تقليدية او لا 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 انا هوضح لك بصورة بسيطة جدا هو توصل لإيه ومع بعض بالعقل كده هنشتغل ممتقي نبسط لك فكرة الحسابات اللي هو اشتغلها عمل إيه بصورة بسيطة عشان نوصل للناتج النهائي بتاعي تعال نمشوا واحدة ده مع بعض رقم واحد قادي النواة بتاعة الهيدروجين طيب مين بيلف هنا الالكترون اكي في هنا قوة ايه جذب ماشي لو فضل قلنا يا مستر هيفضل يلف عشان يولد قوة الطرد في الاتجاه العكسي يبنى عندي هنا داخليا قوة جذب خارجيا قوة طردة مركزية فكرك القوة الطردة المركزية نتيجة عن دوران الالكترون حوالين النواة وحوالين نفسه طيب هو كده بيلف طبعا مدام بيتحرك يبقى ليه طاقة صح مهلا لو مالوش طاقة كان وقف في مكانه كانت النواة سحبته طيب يبقى المستوى اللي بيلفي فيه ده مستوى يمثل الطاقة اللي هو فيها وليكن مثلا خمستاشر جول مثلا احنا اقولك هننشتغل افكار تقريبية واضح لك المفهوم هنا قوة الطرد بتساوي قوة الجذب والدنيا تمام كده انا لسه ما سخنتوش ما جيتش جنبه مدام ما جيتش جنبه وفي مداره الاساسي والطاقة بتاعته سابتة بيطلق على هزي الزرة باسم الزرة المستقرة او يسموها في اللغات ground state يعني ايه يا باشا هو كده في مداره سابت الطارد مركزي قد قوة الجذب المركزي والدنيا تمام طيب دلوقتي جيت انا عملتلك كده ايه دي شمعة شمعة يعني مصدر تسخين يعني انت سخنتو طبعا بتتفريغي الكهربية وبتستعمل حاجات كتير جده لسخن الغاز بس احنا قلتلك هاوضح لك المفهوم ببساطة شمعة اوكي الشمعة دي بتسخن بيها مين سخنت بيها الزرة كلها بس اللي هيتأثر بيها الالكترون ليه كتلة صغيرة هيتأثر بيها النواية كتلتها كبيرة يبقى اللي هيتأثر اكتر الالكترون ماشي خد طاقة اتفقنا ايه اللي هيحصل مقطعها البساطة ببقى ان طاقته زادت سرعة دورانه حوالين نفسه وحوالينه نواية تزيد انت زودته طاقة تمام يبقى مين هيزيد هيزيد معك القوة الطرد المركزية يبقى ايه ده قوة الطرد المركزي هتبقى اكبر من قوة الجذب المركزي الالكترون بتاعك يدخل لجوه ولا يخرج لبرا هتقول لي لا ده الطرد المركزي اتجاهها هنا وده كان السؤال اللي كنت بدهولك الحصة اللي فاتت وقلتلك الحلقة اللي فاتت ايه فقالي اتجاه قلتلي في الخارج قلتلي عشرين قلتلي غلط صلب عشرين في الاتجاه العكسي يبقى الالكترون يا مستر مش هيفضل في مكان هيجي فين قال لي هيجي هنا طب هو كده ايه سخن ولا بارد لا سخن ما انت حضرتك بتديله ايه بتديله تسخين تمام بس خلي بالك لسه بيلف حوالين مين اه ده بيلف حوالين ايش معنى قوة الطرد المركزي هنا ما تغلبتش على قوة الجذب هي زادت عنها كمية بسيطة عفوا طيب هنعمل ايه هلغي دي انت لغيتي التسخين على لغيتي التسخين يبقى انت خدت منه ايه كده خدت منه الطاقة اللي انت اديتها هيعمل ايه بس طالبساط سمعك بتقولها هيرجع تاني صح طب الطاقة اللي خدها بتخرج على هيئة الطيف نحطه قدامه شاشة يدينا الخطوط الملوانة بتاعتنا تمام اول شي المستوى ده مستوى ناتج عن ايه مستوى ناتج عن اعطاء طاقة للالكترون يعني المستوى الاولاني اللي كان ميلفي فيه ده مستوى طاقة عادي جدا في الزرع المستقرة بدون تسخين وبالتالي لما انت سخنت الدتو طاقة فالفلك في مستوى تاني خالص ابعد عن النواة لان قوة الطرد بتاعتك زادت عن قوة الجذب ولذلك سمي المستوى ده باسم مستوى طاقة ودي كان دداية اكتشاف مستويات الطاقة اللي بتلف فيها الالكترون طب انت رجعته مكانه ميش هتعملي تاني خلاص هعمله كده انت عملت ايه دلوقتي ده انت حطيت شمعتين شمعتين يعني ايه يعني زودت التسخين صح طب لما زودت التسخين حصل ايه منتهى البساطة قوة الطردها تزيد طب هيروح فين هيجي هنا ولا هيبعد اكتر هتقول لي لا استأل ده شمعة واحدة وجالي هنا ما اللي شمعتين هيجي ابعد يا مصر هيجي لي هنا وبرضو مرتبط بمين بالنواة ولسه مين بيلف لسه في قوة الجذب معنى كده ان القوة الطرد المركزية لا زالت ماله متغلبة على قوة الجذب ولكن ليس بصورة نهائية طب لو انا شلت دول هيحصل ايه معنا منتهى البساطة هيرجع طب هيرجع فين هيرجع هنا ولا هيرجع لللي جاي لا ده هيرجع لمكانه الاصلي طب ثواني بما انك شلت مصدر التسخين وهو رجع تاني يبقى اكيد ما كانش هنا مستقر صح لو كان مستقر كان فضل في مكانه وبالتالي تسمى الزرة في هذه الحالة في الحالة اللي اكتسبت فيها حرارة اللي اكتسبت فيها طاقة بتسمى باسم الزرة المصارة يبقى الزرة المستقرة مساخدش ابسط حالة من حالات الطاقة اقل طاقة عندك الالكترون في مداره الاساسي الزرة المصارة لا الالكترون مش في مداره الاساسي بتاعه اكتسب كمية من الطاقة نتيجة ذلك زيادة قوة الطرد المركزي وبعدين تغلبت على قوة الجذب لأ ما تغلبتش ولكن زادت عنها سحبة الالترون اللي أبعد شوية عن النواة طب واللي حصل إيه بعد كده شلنا الطرد شلنا الشمعة رجع مكانه زودنا شمعتين تلعل لنا المستوى أعلى طب لو أنا عملت كده بقى المرة دي واحد اتنين تر أنت بتعمل يا مستر أنت عملت زود طاقة كل ما بتزود طاقة مين بيضا غلق كوة الطرد هتزيد هيروح فين هيجي مستوى رابع وبعدين بارضه لسه مرتبط انتفقنا الحسابات أثبتت أننا لو مسكت النواة هي ده المستوى الأولاني اللي كان موجود فيه ليرحالة المستقرة ده المستوى الثاني اللي هو تواجد فيه نتيجة التسخين لو أنا قلت لك ده 15 جول هل ده 15 ولا أكتر تقولي لا ده ده ناتج عن التسخين يعني أنت ميدي له طاقة زيادة هنقول مثلاً 40 جول طب المستوى الثالث لقناه هنا مثلاً عن كام عن 60 جول إلكترون وهكذا فجئنا ان بعد ما خلص بتاعته التجربة بتاعته بالطريقة دي بالحسابات احنا طبعاً احنا هالك بطريقة بسيطة عشان توصلك ان حساباته أثبتت ان ممكن نعمل الموضوع ده ست مرات كويس يعني في حالة مستقرة الالكترون بيليف فيها في التسخينات عملين نسخن 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 قوة الطرد المركزي عملها تزيد يبعد شوية يبعد شوية لغاية مع نص القيمة معينة من التسخين تتغلى فيها قوة الطرد المركزي تماماً على قوة الجزب ويخرج الالكترون من النواة تماماً من قوة جزب النواة بتعطيك وساعتك انو بيعلمها لك في اعدادة تحت اسم ايه اتنين تمانية واحد اخر واحد اه يفقد امسك في دي يعني ايه يفقد يعني الالكترون يخرج خرج ازاي عن طريق التسخينات تفاعل كل الالكترون تستعمل فيها حرارة يبقى بيحصل فيها ايه خرج الالكترون من ايه من قوة جزب النواة يبقى كده الالكترون هنا خرج وادى ان الزرة بتاعتك ما بقيتش متعدلة وتسمى بايون طيب دلوقتي مسبوح لك بكم مستوى الطاقة في الزرة بدراسة الاطياف وبالطريقة اللي قلت لك عليها دي اتضح ان احنا عندنا مسبوح للالكترون في اسقل الزرات يعني اللي فيها قوة جزب عالي قوي واللي المدهب يوصل بعيد سبع مستويات للطاقة في السبع مستويات دول ممكن الالكترون يتحرك فيها طالع ونازل نتيجة التسخين والتبريد طيب مين اللي عمل الكلام ده بوش يبقى اللي اكتشف المستويات الطاقة مين بوش عن طريق الاطياف وده بس الاطياف وخروجوا تسخين الالكترون ورايحوا جاي تمام طيب السبع مستويات الطاقة داخل ايه داخل حيز جزب النواة ودي حتة جديدة عليك ازاي بص النواة بتاعتك اهي فيها البروتونات اللي احنا اتفقنا عليها البروتونات دي مجال الجزب بتاعها اهو حلو مجال الجزب النواة ده ده اللي بنقول عليه قوة جزب النواة يعني الالكترون هنا في المستوى ده هنا كده في جزب عالي طب الالكترون لو في موجود هنا مستوى التالي مستوى التالي وهكذا ده السبع مستوى اللي بيتكلم فيها داخل مجال جزب النواة قدوم سبعة انت وصلت هنا انت خرجت بر السبعة وحصلت اي للمادة بتاعتك واضح طيب تعالي ناخد شوية ارقام كده نتكلم فيها ونشوف كويس قوي الارقام اللي استعملناها في التسخين وهنربط الارقام دي بفكرة الكوانطم ايه اللي بيحصل ده معنى صح اسئلتنا في الجزئة اللي جاية دي من اهم ما يمكن اول شي اول مدار بالنسبة لي وهو الالكترون في الحالة المستقر هنا كام خمستاشر الاساسي طيب وبعدين انت سخنت هنا بكام باربعين ماشي وبعدين سخنت زودنا تسخين بكام بستين وبعدين سخننا تاني كام خمسة وسبعين ماشي ايه صواني هو انت ايه فاكر وجدت حط شمعة شمعتين تلاتة طول ما انت ماشي تعملت زود تسخين طيب الارقام دي ايه دي الارقام اللي فعلا تم استخدامها بنسبة لنا احنا كافية عشان اوصل اللي هقولك هيحصل ايه طب ماشي وبعدين هنا كانت خمسة وتمانين هنا كانت سبعة وتمانين هنا كانت تمانية وتمانية ايه ده اللي انت بلاحظه لو انت لحظت من هنا الفرق كام هتقول الفرق خمسة وعشرين من هنا الفرق كام عشرين الفرق من هنا كام خمستاشر طب الفرق من هنا كام ده عشرة طب وهنا في الحتة دي نفس الحكاية وهنا واحد ايه ده يبقى اذا الفرق بين مستويات الطاقة غير منتظم الفرق قدام معينيك اهو طيب كل ما بعيدت عن النواف الاتجاه ده ابتداء من المستوى الاول للمستوى السابع اللي بيحصل ايه لطاقة المستويات هتقولي تزيد يبقى تزيد طاقة المستويات قد يكشوف تابعينيك شمعة شمعتين وهكذا طيب ماذا يحدث للفرق بين المستويات كلما اتجاهنا بعيدا عن النواف هتقولي لا الفرق هنا خمسة وعشرين فرق هنا عشرين فرق خمستاشر فرق عشر وهكذا ماله يقل يبقى الفرق في الطاقة والمستويات ماله يقل اوكي طيب اكبر فرق فين هتقولي من الاول للتاني طيب وبعدين من التالي من التالت وبعدين وهكذا اقل فرق من السادس للسابع طيب بور سمى الكلام ده ايه قالك ايه بقى الالكترون ده موجود هنا صح اه انتقل جي هنا تمام خد كام يعني ايه خد كام هو طاقته كانت خمستاشر اه انت سخنته وسل لكام وسل لاربعين يبقى الفرق ايه اللي واخده خمسة وعشرين بور سمى الفرق ده باسم كم او كوانتم تمام ايه بقى الكام او الكوانتم زي ما انت شايف كده هو الفرق بين المستويين طيب لو سمحت لو انا عايز اطلع من الاول هنا اروح للتالت هنا يعني اتنقل من خمستاشر اروح للستين محتاج قد ايه تقول لي لأ انت بحتاج خمسة واربعين عشان تنقله للمستوى اللي هو ستي طب الخمسة واربعين دي اسمها ايه برضو اسمها كم او اسمها كوانتم طب لو عايز نقله من السادس للسابع من هنا الهنا الفرق كام واحد اسمه ايه كوانتم سواني يعني اي كمية طاقة تنقلك الالكترون بين المستويات تسمى كوانتم من هنا الهنا الكوانتم 25 من هنا الهنا الكوانتم كام الكوانتم هنصور باي ايه ده يعني الكوانتم كده بالنسبالك ماله غير متساوي ليه لان المسافات بين المستويات غير متساوية واضح طب ماشي بالشكل اللي قدام عينينا ده كده الكوانتم متاعك بيقل ولا بيزيد بالاتجاه لا ده بيقل خلاص يبقى اذا اكتسب الالكترون كوانتم او كمن من الطاقة فانه ينتقل للمستوى الذي يقابل هذا الكم يعني لو الديته 45 يطلع لك هنا طب الديته 25 يطلع هنا طب سواني افرد يا مستر والسؤال ده متوقعه من هنا الهنا 25 انا اديته 20 بس يحصل ايه بور قال ما يخرجش من مكانه علميا فيما بعد لا ده هيخرج ويسيب المكان بتاعه بس لما نقول اكوردنج تبور او ما نقول تبقى لنظرية بور ما يخرجش من مكانه لا يخرج الالكترون من مكانه ولا ينتقل من مستوى الا اذا اخذ الفرق بين المستويين بالزبط اقل منها لا ازجد منها لا ما يتواجدش في المنطقة ما بين المستويات واضح ميش يبقى ما جا أقول لك من دم نبقى الأسئلة اللي هنقول دهالك دلوقتي يقول لك في الواجب بتاعك واستنى أسئلة لها لما يفقد الالكترون كم من الطاقة هيحصل له ايه ولما يكتسب كم من الطاقة هيحصل له ايه طيب بالنسبالي ده كده الفرق في الطاقة والمستويات وكل ما بعيدنا بتزيد الطاقة الكم عمال يقل الكم عمال يزيد لو انا حبيت اشوف أسئلة مستويات عليا على الجزئية دي يا ترى هتبقى الأسئلة دي عاملة ازاي بالمناسبة كلمة كم من الطاقة في ناس كتير بتلغبط فيها وانا عارف ان ده بيحصل وبدو يتوصل مع بعضينا كده يقول لي يعني ايه كم يعني ايه غير محدد بص بتاع البساطة لما قولك انا معايا فلوس طب معاك قد ايه مرتلكش لو قلت قلت كلمة فلوس فلوس دي ممكن يبقى الف جنيه ممكن يبقى مليون ممكن يبقى خمسة جنيه يبقى كمية غير محددة طب اللي هعمل بها ايه انا شعرف لي لما قد ايه كلمة كم او كونتم هي بالظرطة عاملة زي كلمة فلوس غير محددة اذا اكتسب كم قد ايه معرفش هينطاقل ازاي اكتسب اه هيطلع المستوى عالي اني مستوع معرفش طب يفرض فقط كم من الطاقة لا هيفكد كم من الطاقة هينزل ولا هيت لا هينزل طب ينزل فيه فاهمني وبالتالي كلمة كم كلمة مبهمة كلمة كم كلمة غير محددة انا ما عنديش حاجة اسمها واحد كم اتنين كم ثلاثة كم نص كم مفيش حسب نظرية بور مفيش اما يقولك ايه هينتقل من الاول للتالت محتاج له كم كم تقول لي سواي من الاول للتالت في لس كتير يبقى من الاول للتاني كم ومن التالي للتالت كم الكلام دا مش حقيق امتى يبقى الكم بتاعك واحد واثنين وتلاتة امتى اما تقولك هنا اثنين كم هنا تلاتة كم لو الرسمة دي كانت صح كده مستوى الاول تاني تالت الرابع لو هنا خمستاشر هنا تلاتين هنا خمسة واربعين هنا ستين كده الفرق متساوي اه يبقى اذا واحد كم اتنين كم تلاتة كم بما ان الفرق بتاعنا اصلا مش متساوي يبقى الكم دا غر دا غر دا غر دا عشان تبقى عمل حسابك في الجزئية دي طيب اسئلة المستويات بتاعتنا بتقول ايه اول سؤال بيقول لو فقد الالكترون كما من الطاقة هيروسي تعال اكتبها اذا فقد الالكترون كما من الطاقة فانه ينتقل الى واحد المستوى الذي يليه علوا به المستوى الذي يليه هبوطا جيم اي مستوى طاقة اعلى دال اي مستوى طاقة اقل ادي سؤال وبدل ببدل فقد هنخليها اكتساب يعني دا تحدي السؤال دا مرتين مرة فقد ومرة اكتساب طب دا سؤال السؤال التاني بيقول ايه رقم واحد جراف ايه الشكل بياني في الشكل الباني دا بيمثل مستويات الطاقة ايه اللي حصل معنا بص كده كده دول اول اربع مستويات زيرو عشرة عشرين تلاتين اربعين تاني زيرو عشرة تلاتين اربعين خمسة واربعين واجهو اقول لك الشكل ايه والشكل بيه مين فيهم بيمثل بالنسبة لي تصور صحيح ل الكام ومستويات الطاقة وده برضو هنستنى الاجابة بتاعتك عليه طيب كده بالشكل قدامنا او بالاسطوب اللي احنا نكلمنا بيدا دلوقتي بنقول ان بور اكتشف مستويات الطاقة بالطريقة ديت والسبعة اكتشفه نتيجة التسخين كمية الطاقة اللي كان بيسخن بيا سماها كم العدد اللي تلعله سبعة فسمها باسم عدد الكم الرئيسي يعني التسمية جات لك ازاي جات لك من هنا استخدم ايه في التجربة كم يعني طاقة تسخين تلعله ايه تلعله عدد من مستويات الطاقة نتيجة الحسابات اللي قلنا عليها طب عددهم كان سبعة سماه ايه عدد الكم الرئيسي وده له رمز الان يبقى اول حاجة عندك فبور انه اعطى عدد الكم الرئيسي وهو عدد يحدد مستويات الطاقة الرئيسية في الزر رمزه ان جميع القيم بتاعته هتبقى من كام من واحد الى سبعة طيب الن ده مين ده عدد الكام الرئيسي طب تعالى كده نرسم اول حاجة النواة المستوى الاولاني التاني تالت الرابع الخامس السادس السابع هنا الان بتسوي واحد هنا الان بتسوي اثنين هنا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهنا ك ال المفتاح المفتاح الذي حل لغز البناء الزري عرفنا الزرة والمستوات بتاعتها كلها منين عن طريق الطيف الزري كويس يبطي في الزري طفل انبعاث طفل انتصاص تحليل عن طريق الاجهزة كل دوت ادانا في الاخر الجزء بتاع شكل الزرة من الداخل العامل ازاي ادانا كل معطياته وبدأنا باعداد الكام الرئيسي والنواة بتاعتنا طيب ده بالنسبة لنظرية بور او نموزة بور في الشكل بتاعنا تعالى دلوقتي بتكلم على الحتة اللي جاي بور بعد ما عمل التجارب دي بدأ يحطها كمان تصور تصورك ايه بور بالنسبة للجزئية دي التصور كالتالي رازرفورد صحف كل اللي قاله يعني ايه استخدم بعض فروض رازرفورد زي النواة في المركز وايه الالكترونات بتاعتها بتلف حواليها وقوة الطرد بتساوي قوة الجز كل ده كلام سليم جدا جدا اضاف ايه اضاف اللي احنا استنتجنا الوقتي ايه اللي استنتجه رقم واحد تدور الالكترونات في مدارات محددة الطاقة ومستويات محددة الطاقة تقل الطاقة بتاعتها بينها تقل بين المستويات كلما بتاعتنا عن النواة تزداد طاقة هذه المستويات كلما بتاعتنا عن النواة واضح؟ وبالتالي أول حاجة أضافها بور مستويات الطاقة وإدها عدد وهو عدد الكام الرئيسي اللي هو الـ والرقم بتاعت من 1 لكام من 1 ل7 ما يزدش وما يقلش ما ينفعش يبقى بصفر إنه بيحدد لك عدد المستويات بيحدد لك ردبة تفاقنا طيب الحاجة الأهم اتكلم عن فكرة الكوانتم أول عالد ده خلينا فكرة الكم والكوانتم والتسخين وقال إن يرتبط الإلكترون طول ما هو في الحالة المصارى داخل الزرة وتحت مجال الجاذبية بتاع النواة هو جوى الزرة طب لو خرج برا الزرة يبقى تغلب على قوة الجاذب بتاعتك يبقى ساعتك ما نسموش كم ما نسمو إيه أنا أكتر سيبلك معادلتين من ضمن المعادلات اللي أنا عايز أعرفك فيها هتفهمها إزاي في معادلة بتقول إيه إكس سوري إكس زائد إنرجي إكس زيرو يعني الزرة متعدلة خد الطاقة تحولت إلى إكس زيرو وبس يا ترى المعادلة دي بتمثل إيه والإنرجي دي أو الطاقة دي تمثل إيه وفي معادلة تانية بتقول إكس زيرو زرّة متعدلة خد الطاقة تحولت إلى إكس موجب واحد وخرج إلكترون اسم الطاقة دي إيه يعني سميها إيه وان وهنا سميها إيه تو اتفقنا هاستنى إجاباتكو زي ما تعود طيب من نسبة لنا كده آآ وصلنا لنهاية حلقاتنا النهاردة أرجو إن إحنا كنا نستفدنا مع بعض أكبر استفادة مستدين استفاداتكو مستدين تعليقات بتاعتكو لو في أي مشكلة معاك إبعتلينا حنا ما عندناش مشكلة إحنا بجمع الأسئلة كلها وبنجاوب علينا في الحلقات لو في أسئلة سريعة بنجاوبها لك بسرعة آآ احنا نشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية